الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع المعارضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى التاسع المعارضة قوله التاسع يعني السؤال التاسع أو الاعتراض التاسع من الاعتراضات الواردة على القياس وقوله المعارضة المراد بالمعارضة في الأصل هو المقابلة فكل مقابلة شيء لآخر على وجه المدافعة فإنه يكون معارضة والمعارضة من الأسئلة المهمة التي ترد على جميع الأدلة بلا استثناء وذكر كثير من الأصولين كما سيأتنا إن شاء الله في نهاية درس اليوم أن جميع الأسئلة تعود إما إلى المنع أو المعارضة بمعنى أن يقابل الدليل بدليل آخر أو العلة بعلة أخرى وقد قرر علماء الأصول والجدل ونبه على ذلك الشيخ تقي الدين أنه ليس كل معارضة دليل بدليل يكون معارضة وإنما شرطه أن يكون كلا الدليلين يقتضي العمل على سبيل الإطلاق إذ لو كانت المعارضة بغير ذلك لكانت المعارضة بالجهل ولكانت المعارضة بالمكابرة فلا يلتفت لهذه الأمور بل لا بد أن يكون دليلاً قائماً على أصول ومقدمات صحيحة وقلت لكم أن هذا السؤال وهو سؤال المعارضة يرد على جميع الأدلة ولذا فإن القاضي أبا يعلى قسم المعارضة إلى أربعة أنواع معارضة النطق بالنطق ومعارضة العلة بالعلة ومعارضة النطق بالعلة ومعارضة العلة بالنطق وأرجع إلى هذه الأنواع الأربعة جميع أنواع المعارضات وعلى العموم فالذي يهمنا في هذا السؤال إنما هو الحديث عن معارضة العلل إنما هو معارضة العلل بأن تعارض علة في مقابل علة أخرى أو يزاد عليها وصف كما سيأتي بعد قليل وأما معارضة باقي الأدلة فإنا سنتكلم عنه تبعا للمصنف رحمه الله تعالى في آخر أبواب أصول الفقه فإنهم يعقدون مبحثا طويلا ومهما في الحديث عن تعارض الأدلة وأيها يقدم عند التعارض والتساوي في الدلالات وأما هنا فنتكلم عن المعارضة بأن يأتي المعترض فيأتي بعلة أخرى تكون معارضة لعلة المستدل نعم وهي إما في الأصل ببيان وجود مقتضي الحكم فيه فلا يتعين قوله وهي أي المعارضة أو سؤال المعارضة في القياس يجب أن نقيد قوله فهي تعود إلى سؤال المعارضة في القياس لا لمطلق المعارضة في جميع الأدلة بين المصنف رحمه الله تعالى أن المعارضة في القياس أو في العلة ينقسم إلى قسمين معارضة في الأصل ومعارضة في الفرق بدأ بالنوع الأول من نوع المعارضة في القياس وهي المعارضة في الأصل فقال المصنف رحمه الله تعالى ببيان وجود مقتضي للحكم فيه معنى هذا الكلام أي أن يأتي المعترض فيأتي بمقتضي للحكم آخر أي علة أخرى غير العلة التي أتى بها المستدل فيوجد مقتضي أي علة أي يوجد علة أخرى غير العلة التي ذكرها المستدل وهذا معنى قوله ببيان وجود مقتضي للحكم فيه أي غير المقتضي الذي أورده المستدل وهذا المعارضة في الأصل ذكر جماعة من الجدليين والأصوليين أنه أحسن نوعي المعارضة أحسن نوعي المعارضة وأقواها وسبب ذلك أنه لا يحتاج إلى ذكر عدم صلاحية ما أو العلة التي أوردها المستدل بخلاف المعارضة في الفرع التي ستأتي بعد قليل وقبل أن نبدأ بما ذكره المصنف من آثان تترتب على المعارضة في الأصل من المهم أن نعرف أن هذه المعارضة في الأصل تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يورد المعترض وصفاً زائداً على الوصف الذي جاء به المستدل بمعنى أن العلة تكون ليست مستقلة بما ذكره المستدل بل لا بد أن تكون معها علة أخرى مركبة وهو الوصف الذي جاء به المعترض والقسم الثاني من أقسام المعارضة في الأصل هو أن يبدي المعترض علة أخرى مستقلة تماماً عن العلة التي أبداها المستدل عن العلة التي أبداها المستدل نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ببيان وجود مقتض فيه عرفنا ما معنى وجود المقتضي وأنه بمعنى وجود العلة وأن هذا هو تعريف المعارضة في الأصل بأن يبين المعترض أن الأصل الذي قاس عليه المستدل فيه معنى آخر غير المعنى الذي أورده المستدل وتارة يكون هذا المعنى مختلف تماماً أو يكون وصفاً زائداً على ما ذكره المستدل نعم فلا يتعينوا فلا يتعينوا ما ذكره المستدل مقتضياً بل يحتمل ثبوته له أو لما ذكره المعترض أو لهما وهو ظاهق والاحتمالات يقول فلا يتعين أي بعد أن يذكر المعترض للوصف والمعارضة في الأصل فيترتب على ذكره لهذه المعارضة والوصف الذي ذكره أنه لا يتعين ما ذكره المستدل في دليله مقتضياً أي ما ذكره من علة في دليله لا تتعين لم يقل إنها باطلة وإنما قال إنها لا تتعين لوجود ثلاث احتمالات الاحتمال الأول قال بل يحتمل ثبوته له قوله ثبوته له أي يحتمل ثبوت الحكم في الأصل للعلة التي أوردها المستدل وهذا معنى قوله يحتمل ثبوته له الاحتمال الثاني قال أو لما ذكره المعترض أي بمعنى أنه يحتمل ثبوت الحكم في الأصل للعلة أي المقتضي الذي ذكره المعترض والاحتمال الثالث أن يكون لهما بمعنى أن يكون الحكم ثبت في الأصل لمجموع العلتين معاً لمجموع العلتين معاً قال المصنف هو أظهر الاحتمالات طبعاً لم يقول هو الأرجح وإنما يقول هو الأظهر بناء على دلالة الظاهر وسيعلل بعد قليل لما قال هو أظهر وهذا تبع فيه الطوفي وقبل الطوفي الموفق بن قدامه فإنهم تبعوا فيه أنه هذا هو الأظهر نعم لماذا هو الأظهر؟ إذ المألوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها نعم يقول لأن المألوف من تصرف الشرع أنه يكون مراعاة لجميع مصالح العباد فيكون لمجموع المصالح وخاصة إذا كانت الوصف الذي أبداه المعترض فيه معنى المناسبة وهذا هو الأصل أنه لا بد أنه غالب ما يكون فيه معنى المناسبة لأنه ليس طردياً محضاً وحينئذ فالمناسبة فيها مصلحة والمألوف من تصرفات الشارع أنها تكون مراعية لجميع المصالح نعم قد يلغي بعض المصالح من باب تقديم بعض المصلحة على بعض لجلب أعظم المصلحتين في سبيل إلغاء أضعافهما ثم مثل ذلك بمثال فقال كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن يعطاؤه لسببين نعم يقول إن الذي يعطي فقيراً ويكون ذلك الفقير قريباً أي ذا يكون ذا قرابة للمعطي فإنه يغلب على ظن الناس أنه أعطاه هذا المال لمجموع هذين المقتضيين لكونه فقيراً ولكونه قريباً لأن هذا الباب ذي المال أعطاه لأجل مصلحتين معاً هذا هو الظاهر من باب الظهور وهذا الذي مشى عليه المصنف وترتب على أنه أظهر احتمالة أمر سيذكره المصنف بعد قليل نعم ويلزم المستدل لحذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله على الأصح طيب قبل أن نبدأ بما يتعلق بالتفريعات التي أوردها المصنف على ما يلزم المستدل من حذفه من الأوصاف سأذكر مثالين أو مثالاً أو مثالين فيما يتعلق بالاعتراض على استدلال بالمعارضة مثال ذلك وهذه المثالين سنكررهما في الإجابة إن شاء الله بعد ذلك لو أن أحد فقهاء الحنابلة ومن وافقهم من الجمهور استدل على مسألة أن المرأة إذا ارتدت تقتل خلافاً للحنفية لأن الحنفية رون أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل وإنما يقتل الرجال المرتدون دون النساء المرتدات لو أن الحنبلية أو المالكية أو الشافع استدلوا على هذه المسألة فقالوا إنها تلحق بالرجال لأن العلة في القتل بالردة هو تبديل الدين هذه هي العلة فجاء الحنفي فقال إن هذه العلة معارضة ولا تتعين علة تبديل الدين بل إن هناك علة أخرى غير هذه العلة وهي كون مبدل الدين رجل فيكون مجموع العلة كونه رجلاً مبدل الدين لأن المعنى المناسب فيها هو أن الارتداد عن الدين فيه تقوية الأعداء وفيه وهن يعني تقوي الأعداء بزيادة عددهم وعتادهم ووهن في المقابلين حال الحرب والنكاية ومعلوم أن المرأة لا تدخل في الحرب والنكاية فإذن لا تكون كذلك فهم يزيدون وصفاً آخر على الوصف الذي ذكره الجمهور سنأتي كيف يمكن إلغى هذا الوصف بعد قليل في كلام المصنف من الأمثلة أيضاً فيما لو استدل حنبلي وغيره من من وافقه في هذه المسألة من الجمهور على أن أمان العبد يصح فيقول إن العبد يقاس على الحر في صحة أمانه لأن العلة في صحة الأمان هي الإسلام والتكلف فيأتي الحنفي الذي لا يصحح أمان العبد للحرب والمعاهد فيقول إن هناك علة زائدة على الإسلام والتكليف وهو الحرية لأن الحر متفرغ للنظر في مصالح الناس هكذا يعللون هذه المناسبة والمصلحة فيقول إن الحر متفرغ للنظر في المصالح فإذا أمن أحداً فإنه نظراً لهذه المصلحة العامة بينما العبد فإنه مشغول بخدمة سيده فليس عنده الوقت الذي يقتضيه النظر في مصالح الناس وبناء على ذلك فإنهم يقولون نزيد وصفاً على الوصف الذي ذكره الجمهور فحينئذ لا يصح أمان العبد فيرتبون على المعارضة في العلة المخالفة في الفرع المتنازع فيه بينهم وبين المستدل قال المصنف ويلزم المستدل هذه المسألة هي مسألة هل يلزم المستدل أن يحترز عند ذكره للدليل عن الوصف الذي يبديه المعترض بسؤال المعارضة ويكون احترازه ذلك بحذف بعض الأوصاف أو لا يلزمه ذلك يقول المصنف ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض أي ما يذكره المعترض من الوصف الذي ادعى أنه مقتضن الحكم بالاحتراز عنه في دليله يعني بمعنى أنه يحترز عن هذا الوصف عند ذكره الدليل قوله على الأصح يعني على الأصح من قولي الجدليين والجدليون لهم في هذه المسألة قولان القول الأول الذي جزم به المصنف وصححه قبله الموفق والطوفي أنه يلزمه الاحتراز بحذف هذا الوصف الذي يريده المعترض والقول الثاني أنه لا يلزمه ذلك وهذا القول الثاني رجحه الطوفي في شرحه بينما في مختصره صحح ما ذكره المصنف وقد تبعه المصنف لكن في الشرح رجع إلى أن ذلك لا يلزم لأنه قال والأشبه أن الاحتراز لا يلزم وعلى العموم من المهم أن نبين ما هو محل الخلاف هذه المسألة فقد ذكر الطوفي أن هذا الخلاف هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة الاحتراز عن صورة النقض هكذا ذكر مع أنه خالف التصحيح بين هذه المسألة وتلك المسألة ففي بنائه هذه المسألة على تلك بعض التأمل فإن أهمله ورد مع عرضة نعم يقول فإن أهمله أي أهمل المستدل الاحتراز عن ما يذكر إذكره المعترض من سؤال المعارضة فإنه يصح للمعترض أن يريده سؤال معارضة عليه بعد ذكر المستدل دليله وبناء على ذلك نعم فيكفي فيكفي المعترض في تقريبها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة نعم قوله فيكفي المعترض أي إذا أورد المعترض اعتراضه بسؤال المعارضة في الأصل أو في الفرع فإنه يكفيه أن يبين تعارض الاحتمالات الثلاثة السابقة وهو أن يكون الحكم ثابت للعلة التي أوردها المستدل أو يكون ثابت للعلة التي أوردها المعترض أو أن يكون لمجموعهما ويسكت وقوله يكفي يدل على أنه لا يلزمه أن يرجح أحد هذه الاحتمالات الثلاثة فلا يقول بل إن الصواب أن العلة معي لأن المقصود إنما هو نقض والاعتراض على سؤال على دليل المستدل وليس إثبات حكم للمعترض كما أنه لا يلزمه أن يثبت أن العلة له ولا لمجموع الأمرين فقط يكفي بيان وجود الاحتمالات الثلاثة ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم نعم بدأ يتكلم عن جواب المستدل على الاعتراض فبدأ يذكر ما الذي يجيب به المستدل على المعترض بالمعارضة في الأصل وقول المصنفي ولا يكفي المستدل في دفعها إلا بيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم يدلنا على أنه لا يتحقق الجواب إلا بذلك دون ما عده لأن هذا من صيغ الحصر وهو الإتيان بإلا بعد النفي وبناء على ذلك فإنه لا بد أن يبين استقلال ما ذكره يعني العلة التي ذكرها هو والمقتضي الذي ذكره هو فيبين أنه مستقل وحده دون أن تكون مع مجموع علة المعترض فيثبت الحكم بها وحدها دون أي علة أخرى ثم أورد المصنف ثلاثة أمور بعد ذلك هذه الأمور الثلاثة هي التي يثبت بها بيان استقلال علة المستدل بثبوت الحكم وهي أولا إما بثبوت علية ما ذكره بنص أو إيماء ونحوه من طريق متقدمة نعم الطريق الأول هو أن يستدل على العلة التي أوردها بأحد مسالك العلة التي سبق بيانها إما بالنص أو الإيماء أو الإجماع أو الدوران أو غير ذلك أو المناسبة أو السبر والتقسيم وهكذا من الأمور الأخرى التي سبق ذكرها في مسالك العلة وهذا معنى قوله بثبوت علية ما ذكره أي أن يثبت أن ما ذكره من علة ثابتة بأحد مسالك العلة التي سبق الإشارة إليها من الأمثلة على ذلك في المثال الذي سبق معنا عندما قلنا إن الحنفي يعترض على أن العلة ليست هي تبديل الدين وإنما هي الحلة مجموع تبديل الدين مع كونه رجلا فنقول نثبت علة المستدل أو أجيب المستدل عن اعتراض المعترض فيقول أن النص قد دل على أن العلة هي تبديل الدين فقط في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ومن اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم للذكر والأنثى باتفاق كما سبق معنا في صيغ العموم وحينئذ فنقول إنه يشمل الذكور والإناث يشمل الذكور والإناث وهذا من باب إثبات العلية بمسالك العلة نعم الجواب الثاني أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كإلغاء الذكرية في جنس أحكام العتق نعم هذا هو الطريق الثاني أو الأمر الثاني الذي يرد به المستدل على الاعتراض بالمعارضة هو أن يبين المستدل إلغاء ما يذكره المعترض من الأوصاف سواء المستقلة أو الزائدة على الأصل وكيف يكون ذلك؟ بإثبات طرديتها قال ببيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه يعني بأن يثبت أنها طردية لا أثر لها لا في الوجود ولا في العدم لا في وجود الحكم ولا في عدمه وهذا معنى قوله في جنس الحكم وليس في الفرع المتنازع فيه وإنما في جنس الحكم المختلف فيه أي في غير المنصوص عليه لأن المنصوص عليه وهو الأصل هذا يعني يبنى عليه الحكم لكن ينظر في الجنس الذي يبني عليه ومثل لذلك قال كإلغاء الذكورية في جنس أحكام العتق فلو أن معترضا في مسألة تتعلق بالعتق زاد وصف الأنوثة أو زاد وصف الذكورة فنقول إن وصف الذكورة هنا لا أثر له فجنس أحكام العتق مثل السراية ومثل كون العتق لا يختلف فيه في الكفارات لا يختلف فيه الذكر والأنثى فالعتق الذكر والأنثى سواء ومثل ذلك أيضا يقال في الغرة في الكفارات وفي غيرها من المساء أو بأن مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل على استقلال علة المستدل نعم هذا هو طريق الثالث والأخير لبيان الرد على المعترض بسؤال المعارضة بأن يأتي المستدل فيقول إن مثل الحكم المتنازع فيه قوله إن مثل الحكم يعني هناك فرع آخر يشبه الفرع المتنازع فيه بين الخصمين ثبت أي ثبت فيه الحكم الذي نقله المستدل بدون ما ذكره أي بدون ما ذكره المعترض من علة بدون ما ذكره المعترض من علة قال فيدل على استقلال علة المستدل هذه تماما مثل النقض تماما مثل النقض كما قلنا إن النقض هو وجود الحكم أو وجود العلة بلا حكم فمثل ذلك نقول هنا مثلها تماما نعم فإن بيّن المعترض في أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكره مناسبا آخر لزم المستدل حذفه نعم هذا يعني جواب من المعترضي على جواب المستدل الثالث فإن جواب المستدل الثالث يذكر قياسا لفرع جديد لأنه قال يذكر مثل الحكم هذا هو الفرع الجديد يقول فإن بيّن المعترض أصل ذلك الحكم المدعى ثبوته بدون ما ذكر يعني بدأ المعترض بالرد على رد المستدل على سؤال المعارضة التي أورده فأبدى فيه مناسبا آخر يعني ذكر فيه مسلكا من مسالك إثبات العلة وهو المناسبة فذكر فيه مناسبا آخر قال المصنف لزم المستدل حذفه يعني يجب على المستدل أن يبطل هذه المناسبة بأي طريق من طرق إبطال تلك المناسبة إما بالمنع أو بغيرها كالحذف ونحوه من وجوه الإبطال نعم ولا يكفيه إلغاء كل من يعني لأنه إن لم يجب رجعنا للمربع الأول فأصبح هذا مثل سؤاله الأول في المنازع في الفرع المتنازع فيه الأول نعم ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر لجواز ثبوت حكم كل أصل بعلة تخصه نعم إذ العكس غير لازم في شرعيات نعم هذه المسألة وهي قوله ولا يكفيه إلغاء كل من المناسبين هذه متعلقة بقول المصنف فيلزم المستدلة حذفه أي حذف ما ذكره المعترض من مناسب ونحوه أراد المصنف بهذه الجملة أن يبين أن بعض الجدليين ذكر جوابا وأن هذا الجواب ليس بصحيح وذلك أن بعض الجدليين يقول إنه يمكن المستدل أن يجيب عن جواب المعترض على جوابه على سؤال الاعتراض بأن يقول إن كل واحد من المناسبين المناسب الذي أورده المعترض والمناسب الذي أوردته ملغي بالأصل الآخر وحيث كان ملغيا بالأصل الآخر فإنه تسقط المعارضة من الأصلين معا من الأصل الذي أوردته أنت أيها المعترض في سؤالك الأول ومن الأصل الذي أوردته أنا في إجابتي على سؤالك فحينئذ سقط فتعارض فتساقط فيبقى دليلي الأول الذي أوردته وهو دليل المستدل سالما عن المعارضة هذا جواب لبعض الجدليين وهو جواب شكلي وإذاك يقول المصنف إنه غير صحيح وهذا معنى قوله ولا يكفي إلغاء كل من المناسبين بأصل الآخر إذا المناسبين مراد بهما يجب أن نعرف المناسب الذي أورده المعترض والمناسب الذي أورده المستدل في الرد على المعترض وعلى لأنه لا يكفي ذلك قال جواز ثبوت كل أصل بعلة تخصه فيكون يعني هذا مبني على أن الأحكام الحكم الواحد على أن مبني على أن الحكم الواحد قد تتعدد علله فيكون الحكم الواحد يثبت لأكثر من علله مثل القتل يجب للقصاص ويجب الحرابة ويجب للزناء على المحصن ونحو ذلك فتكون لكل واحد علله مستقله فلا نقول إنها متعارضة لذلك ثم قال المصنف إذ العكس غير لازم في الشرعيات العكس هو عكس العلة إذ عكس العلة مراده بالعكس أي عكس العلة غير لازم في الشرعيات قوله في الشرعيات أي في العلل الشرعية في العلل الشرعية وهذا شبه اتفاق بين الأصوليين على أن العكس في الجملة يعني ليس دائما ليس بلازم نعم وإذا الدع المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفى المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل أو تسليم نعم عندما ذكرت لكم أو عندما ذكر المصنف المعارضة في الأصل قلت لكم إن المعارضة في الأصل تنقسم إلى قسمي أن يذكر المعترض وصفا زائدا وإما أن يذكر المعترض وصفا مستقلا الأجوبة الثلاثة المتقدمة كلها فيما إذا كان المستدل المعترض قد ذكر وصفا زائدا وأما إذا كان المعترض قد ذكر وصفا مستقلا فإنه سيأتي جوابها بعد قليل وإذلك التقسيم الثنائي للمعارضة في الأصل أنها قسمين مهمة لفهم كلام المصنف هنا فذكرها في البداية مناسب ولكن المصنف لم يذكرها تبعا للأصل كما قلت لكم فإن المصنف أكرتها أكثر مرة هذا الباب بالكامل نقله بحروفه من الطوفي ووقع في الأخطاء التي وقعها فيها الطوفي تماما فقط هذا الباب وربما يأتي أو مر معنا باب أو مسألة أو مسألة نقلها بالنص طيب يقول المصنف وإذا ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبا يعني أنه عارض في الأصل وكان الوصف الذي أورده ليس من باب الوصف الزائد الذي يتركب منه العلة وإنما هو وصف مستقل كيف يكون جوابه قال المصنف كفى المستدل في جوابه أي في جوابه عن هذا الاعتراض بسؤال المعارضة في الأصل بيان رجحان ما ذكره هو أي ما ذكره هو من علة ذكر علة على سبيل الانفراد هذا معنى ما ذكره هو قال بدليل أو بتسليم بدليل بأن يذكر دليلا يدل على رجحان ما ذكره والأدلة التي تدل على الترجيح سيأتنا إن شاء الله في المعارضة أو التعارض بين العلل ما هي التي إذا تعارض بأيها يرجح فمثلا نقول أو مثلا من الترجيحات المشهورة عندهم أن العلة المتعدية مراجحة على العلة القاصرة إذا تعارضت علتان وهكذا من سيأتنا إن شاء الله مبحث في التعارض إن شاء الله عز وجل قال أو بتسليم يعني بتسليم من المعترض بأن يقول له المستلم المعترض سلمت لك بذلك نعم وإما في الفرع نعم أما في الفرع هذا النوع الثاني من أنواع المعارضة وهو المعارضة في الفرع وهو بدكري ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه نعم هذا هو تفسير المعارضة في الفرع هو أن يذكر المعترض في الفرع الذي قاس عليه المستدل ما يمنع معه ثبوت الحكم ما يمنع معه يذكر شيئا يمتنع معه ثبوت الحكم في ذلك الفرع المتنازع عليه ويكون ذلك بأمور نعم أولها إما بالمعارضة بدليل آكد من نص أو إجماع فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق نعم الصورة الأولى من المعارضة في الفرع المعارضة بدليل آكد وقوله آكد يعني أقوى من الدليل القياسي الذي استدل به وذكر الأدلة التي تكون أقوى من القياس وهي النص والإجماع فإنهما أقوى مثال ذلك يعني عندما يعارض عندما يأتي الشخص مثلا يعني وإن كان الحديث هذا لا يصح لكن هكذا يردونه في كتب الجدل يقول لو أن قائسا فقال إن العلة في قتل المرتدة هي تبديل الدين فيأتي الحنف فيقول إن هذا معارض بالحديث المروي نهيت عن قتل النساء فيجيب طبعا المستدل يقول هذا الحديث لا ثبوت له وأنه غير صحيح قال فيكون ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق لأنهم باب معارضة القياس بالنص وقد مر معنا في ثاني الأسئلة وهو فساد الاعتبار وهو أن يكون القياس في مقابلة النص نعم وإما ببداء وصفهم في الفرع مانع للحكم فيه أو للسببية نعم هذا الأوع الثاني من أنواع المعارضة في الفرع وهو أن يبدي المعترض وصفا في الفرع يعني شيئا صفة في الفرع تكون مانعا للحكم فيه أي تمنع ثبوت الحكم في ذلك الفرع أو للسببية قوله أو للسببية بمعنى أو يمنع كون ذلك الوصف سببا للحكم أو يمنع كون ذلك الوصف سببا لثبوت الحكم فإن منع الحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق مستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل وإلى مثل علته في القوة نعم إذن المانع الذي يكون في في المعارضة نوعان مانع للحكم ومانع للسببية بدأ أولا بالمنع الحكم فقال فإن منع الحكم هذه هي الحالة الأولى بأن يدعي المعترض كون الوصف المعترض به مانعا للحكم مثل أن يأتي يستدل لعدم رفع اليدين في تكبيرات الانتقال يقول لا ترفع اليدين في تكبيرات الانتقال فيقول إن تكبير الانتقال تكبير واجب فلا يشرع فيه رفع اليدين كالتكبير للسجود كالتكبير للسجود عندما طبعا يتكلم عن سائر التكبيرات غير التكبير للسجود مثلا فيأتي المعترض عليه فيقول إن التكبير واجب صحيح ولكنه يشرع فيه رفع اليدين كتكبيرة الإحرام كتكبيرة الإحرام فهذا من باب يعني منع الحكم فقد منع الحكم وهو عدم مشروعية رفع اليدين وقاسه على أصل ثاني قال احتاج في إثبات كونه مانعا أي مانعا للحكم إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل بمعنى لا بد أن يكون الأصل الذي منع به المعترض الحكم مثل الأصل الذي أورده المستدل مثله تماما وكذلك العلة يجب أن تكون مثله فالأصل هنا في المثال السابق أنه تكبير واجب والعلة أن الأصل هو الوجوب فالأصل هو الوجوب وجوب التكبير وأصل المعترض كذلك نعم هو وجوب التكبير والعلة بينهم هو الشبهية في الفعل نعم وإلى مثل علته في القوة يعني لكي يكون معارضة في درجته ولا يقدم عليه ولا يقدم العلة القوية على العلة الضعيفة نعم وإن منع السببية فإن بقي معه احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضغ المستدل نعم هذه الحالة الثانية وهو أن يمنع المعترض وصفا أو أن يمنع السببية بأن يبدي وصفا يكون يمنع به الوصفا الذي علل به المستدل في دليله ومثاله هو المثال المشهور في قتل المرأة المرتدة عندما يأتي الحنبري فيقول إنها تقتل كالرجل قياسا عن الرجل لكونها بدلت دينها فالعلة هي تبدير الدين فيأتي الحنف فيعترض فيقول إنها أنثى ويغير الحكم ويقول فلا تقتل كالكافرة الأصلية فيكون هنا قد منع الحكم وهو القتل لأجل منع السببية وهو تبديل الدين وفبين أن تبديل الدين وهي العلة التي أوردها المستدل لا تصلح أن تكون سببا لقتل المرأة بل لا بد أن يكون لها سبب آخر نعم فإن بقي لم يضغ المستدل لإلفنا من الشرع اكتفاه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار طيب قال المصنف فإن بقي معه شرع المصنف ببيان الأحوال عند الاعتراض بإبداء وصف يمنع السببية فبين حالتين الحالة الأولى إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض يمنع سببية الوصف الذي علل به المستدل مع بقاء احتمال لوجود حكمة في وصف المستدل مع ما أبداه المعترض والحالة الثانية التي سيريدها بعد ذلك أن يبقى مع الوصف أن لا يبقى مع الوصف احتمال الحكمة نعم الاحتمال الأول أن يبقى معه احتمال الحكمة والحالة الثانية أن لا يبقى احتمال حكمة في الوصف الذي أبداه المستدل بدأ بالاحتمال الأول قال فإن بقي معه أي بقي مع الوصف الذي أبداه المعترض احتمال الحكمة أي احتمال حكمة في الوصف الذي أبداه المستدل ولو على بعد أي ولو كان الاحتمال فيه بعيد ولو كان الاحتمال فيه بعيدا قال لم يضر المستدل قوله لم يضر المستدل أي أنه لا يلزمه الإجابة عليه لوجود الحكمة ما زالت باقية نعم هذا معنى قوله لم يضر المستدل قال لإلفنا من الشرع اكتفاءه بالمضنة قوله اكتفاءه بالمضنة أي بمضنة الحكمة وحينئذ فإن الوصف يكون مضنة الحكمة قال الاكتفائه بالمضنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض حينئذ إلى أصل يشهد لما ذكره قوله فيحتاج المعترض هذه معطوفة على قول المصنف لم يضر المستدل فيقول كأنه قال لم يضر المستدل بدون أن يبدي المعترض أصلا فيحتاج المعترض إلى إبداء أصل يشهد لما ذكره أي يشهد للوصف الذي أبداه اعتراضا على الوصف الذي ذكره المستدل بالاعتبار حكمة مطلقا وهذا معنى قوله وإن لم يبقى قال لم يحتج أي لم يحتج المعترض إلى أصل يشهد له بالاعتبار وعلّل ذلك قال إذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاؤها بذكر العلة التي أبداها المعترض وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما أمكن من الأسئلة نعم هذا جملة سهلة جدا تبيلنا على أن المعارضة في الفرع تكون الإجابة فيها كحال الاعتراض على الأدلة فيقول ينقلب المعترض مستدلا على إثبات المعارضة كأنه مستدل فيأتي بأدلة التي تدل على ذلك ثم ينقلب المستدل معترضا عليها بما أمكنه من الأسئلة فترد جميع الأسئلة الاثنى عشر التي أوردها المصنف العاشر عدم التأثير نعم هذا هو السؤال العاشر من الأسئلة التي تتجه للعلّة خاصة وهو عدم التأثير وعدم التأثير هذا من الأدلة الخاصة بالقياس ولا يرد على غيره من الأدلة لأن التأثير من مسالك العلّة وذكر بعض الأصوريين أن سؤال عدم التأثير يعود إلى مجموع المنع والمعارضة معا وسؤال عدم التأثير كذلك هو ذكر أيضا بعض الأصوريين أنه عكس النقض لأن النقض وجود الحكم بغير علّة نعم وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل نعم هذا هو تعريفه قال وهو ذكر بأن يذكر يعني المعترض ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل معنى ذلك أن المعترض عند سؤاله بعدم التأثير يذكر أوصافا في علّة الأصل التي أوردها المستدل ويقول إن هذه الأوصاف مستغنى عنها في الحكم أي في حكم الأصل وسبب الاستغناء عنها إما لكونها طردية لا أثر لها كما سيأتي بعد قليل أو لأنه يستغنى عنها في الحكم الأصل أو أنه ثبت الحكم في الأصل بدون وجودها وسيذكر المصنف والسببين بعد قليل نعم إما لطرديته نعم هذا هو السبب الأول الذي يكون لأجل التأثير وهو الطردية بمعنى أن المعترض لابد أن يقول أنه إما مضطرد هذا الوصف ومعنى كونه طردي ومعنى كونه طردي أي أنه وجوده وعدمه سواء فلا أثر لوجوده في وجود الحكم ولا أثر لانتفائه في انتفاء الحكم ومثل لذلك فقال نحو نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب إذ باقي الصلوات تقصر فلا تقدم على الوقت نعم هذا المثال قال نحو هذا المثال للدليل مع الاعتراض عليه هذا الدليل يريده الحنفي لأن الاستدلال على أن الأذان الأول لصلاة الفجر لا يشرع فيقول إن صلاة الفجر صلاة لا تقصر لأنها ركعتان وصلاة الركعتين لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب الحكم هو عدم التقديم على المغرب عفوا الحكم هو عدم تقديم الأذان على الوقت والأصل المقاس عليه هو المغرب بينما الوصف الذي ذكره هو كونها صلاة لا تقصر فهو مكون من أمر كونها صلاة وكونها لا تقصر فيأتي المعترض فيعترض على ذلك ويجيب على استدلاله فيقول إن الوصف الذي ذكرته وهو عدم القصر وصف طردي لا أثر له لا في الوجود ولا في العدم قال إذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم على الوقت أي ولا يقدم الأذان فيها على الوقت إذن هنا انتفت العلة ومع ذلك الحكم موجود وهو عدم التقديم فدل على أن هذا الوصف وصف طردي وحينئذن نقول إن هذا الوصف غير مؤثر في الحكم نعم هذا السبب الأول السبب الثاني من أسباب عدم التأثير تفضل أو لثبوت الحكم بدون شرطه نعم قبل أن أذكر المثال قال أو هذا هو السبب الثاني ويسميه العلماء بعدم التأثير في الأصل النوع الأول يسمونه عدم التأثير في الوصف وهذا يسمونه بعدم التأثير في الأصل هذا النوع عدم التأثير في الأصل قال لثبوت الحكم بدون شرطه بمعنى أن يأتي المعترض فيقول إن الوصف المذكور في دليل المستدل يمكن الاستغناء عنه ويثبت الحكم بدونه شوف كيف يثبت الحكم بدونه ليس كونه مطرود طرديا وإنما لكونه ممكن أن يثبت الحكم بدونه ومثل لذلك فقال كالبيع بدون رؤية فلم يصح بيعه كالطير في الهواء فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن رئي نعم هذا المثال يستدل به أو هذا الدليل الذي أورده المصنف افتداء هو دليل من يقول إن بيع الغائب لا يصح وهو المذهب وقول الجمهور فيقولون إن بيع الغائب لا يصح قياسا على البيع على بيع الطائر في الهواء قياسا على بيع الطائر في الهواء والعلة بينهما قالوا لأنه بيع بدون رؤية فلا يصح بيعه هذا هو الحكم أنه لا يصح إذن فقوله البيع بدون رؤية هذه العلة وقوله لا يصح بيعه هذا هو الحكم الموجود في الأصل ونقل للفرع والأصل هو الطير في الهواء والفرع هو بيع الغائب الذي لا يرى فيأتي المعترض فيقول أعترض بعدم تأثير الوصف فإن الوصف المذكور هو أنه بيع بدون رؤية ويمكن أن يثبت الحكم في الأصل بالنص وإن كانت وجدة الرؤية فإن بيع الطير في الهواء ممنوع أي لا يصح وإن رؤية الطير فدل على أن القيد الذي ذكرته وهو بدون رؤية لا يصح فحينئذ فإن هذا الدليل لا يصح هذا الدليل لا يصح نعم إن أشار بذكر الوصف إلى خلو الفرع من المانع أو اجتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب نعم يقول إن من الاعتراض على الأصل بذكر الوصف الذي قد يوجد الحكم بدونه قد يكون هذا الوصف إنما جئ به لما ذكرناه في باب النقض وهو أنه يكون احترازا من باب النقض النقض إما لفوات شرط أو لوجود مانع فقال المصنف نعم إن أشار أي إن أشار المستدل في دليله بذكر الوصف الذي اعترض عليه إلى خلو الفرع من المانع أو إلى اجتماله أو على اجتماله على شرط الحكم دفعا للنقض الذي تقدم الإشارة إليه جاز يجوز ذلك ولم يكن من هذا الباب أي فلا يلزم هذا الاعتراض ولا يلزمه الإجابة عنه لأنه يذكر أنني قصدت من ذكر هذا الوصف خلو الفرع من مانع أو قصدت اجتماله على شرط في الحكم وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور حكم جاز إن لم تكن الفتية عامة وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام نعم هذه المسألة يعني قد تكون يعني فيها شبه من السابقة أو يعني مقابل لها يقول المصنف وإن أشار الوصف يعني لو أن متكلما ذكر وصفا وكان ذاك المتكلم إما مفتيا أو فقيها يكتب في كتاب أو نحو ذلك إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم معنى قوله إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم يعني أن الوصف الذي ذكره المستدل في العلة يشير فيه المستدل إشارة فقط ليس نصا إلى أن الدليل ليس على عمومه بل لابد من زيادة قيد يقول المصنف يجوز ذلك إن لم تكن الفتية عامة وإن عمت لم يجوز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام يبين المصنف هذا الكلام أن الجواب أو أن الحكم يختلف باختلاف الجواب فتارة يكون الوصف هذا الذي ذكر مذكور في جواب أو فتية عامة لعموم النس وليس لأحد النس وتارة يكون ذلك الوصف مذكورا في جواب أو في فتية ليست عامة وإنما مذكورة لبعض الناس دون بعضهم فيختلف الحكم بينهما على حالتهم بدأ بالحالة الأولى قال إن لم تكن الفتوى عامة يعني لو أن الفتوى لم تكن عامة بأن كانت خاصة لبعض الناس فسأله في مسألة فأجابه بجواب أعم من سؤاله فهل يصح ذلك أم لا ذكر المصنف أنه يصح وهذا ما جزم به المصنف وسبقه إلى ذلك أبو البركات والموفق وأبو محمد البغدادي الفخر إسماعيل والطوفي وبالمفلح وكثير من الحنابلة بل نسب لأكثر الفقه والجدليين ويقابل قولهم ذلك قول بعض الجدليين كأبي بكر بن فورك وغيره أنه لا يصح بل يجب أن يطابق الجواب السؤال قوله وإن عمت أي وإن كانت الجواب أو الفتية عاما لعموم الناس لم يجز أي لم يجز ذلك بل لابد أن يذكر اختصاص الحكم بذلك فلابد أن يذكر القيود المتعلقة به قال لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام من الأمثلة التي أوردها الأصوليون طبعا هنا بس فائدة على ذكر الأمثلة أذكرها بسرعة بالنسبة لأسئلة الاعتراضات ذكر بعض فقهاء الحنابلة أن كتب الأصول وكتب الجدل قد تخلوا من ذكر الأمثلة بل إن بعض كتب الجدل لا يردون إلا مثالا واحدا ويكررونه على جميع الأسئلة فعلى سبيل المثال الكتاب الذي نقضه الشيخ تقي الدين وهو كتاب الفصول للنسفي أوردوا مثالا واحدا وهو زكاة الحلي المستعمل هل تجب أم لا وأورد عليه جميع الأسئلة وبعض كتب الجدل تورد مثال قتل مرتدة ويكررونه وبعضهم يوردوا مسألة القتل بالمثقل ونحوه ويردون عليه جميع الأسئلة وأما أحسن الكتب التي عنيت بذكر الأمثلة فقد ذكر الطوفي أن أحسن الكتب التي عنيت بذلك هي كتاب التعليقة لابن المني من الحنابلة يعني يقصد من كتب الحنابلة أنها من أجودها هذا الكتاب ثم ذكر كتبا أخرى لغير الحنابلة قال وأما تعليقة القاضي أبي يعلى وتعليقة تلامذته كالانتصار لأبي الخطاب وكتب ابن عقيد كالكفاية وغيره فقال يوجد فيها بعض تطبيقات هذه الأسئلة وليست مرتبة ككتاب بن المني وقد أثنى على كتاب بن المني التعليق ثناء يدل على أنه طبعا بن المني له كتاب في الجدل وله قواعد في الجدل متميزة جدا أبو الفتح بن المني اسمه وطبعا هو شيخ شيخ الموفق بن قدامه فيما يظهر لي نعم أو أنه شيخه مباشرة نعم أبنه شيخه مباشرة وهو شيخ شيخي المجد بن تيمية أو أني نسيته يعني في قضية المشيخة هذه وهمت الآن فابن المني يعني له هذان الكتابان العظيمان لكنهما فقدان للأسف وفيهما علم عظيم وخاصة التعليق ففيها فقه وتطبيق للأسئلة عليه طيب من الأمثلة على مسألة التي ذكرناها قبل قليل يقول لو أن فقيها مالكيا سؤل طبعا قبل أن نبدأ المالكية عندهم أنه يشترط لصحة زواج المرأة أنه لا بد من إجاب الولي ويستثنون حالة كما أن الحنابل يستثنون حالة الحنابل يستثنون حالة وهي إذا لم يكن لها ولي بترتيب الأولية ولم يوجد سلطان ولا ذو سلطان ولا رجل من المسلمين جاز لها أن تزوج نفسها وكذلك المالكية يجوزونه ولكن يقولون أو في قول عند المالكية أنهم يقولون يجوز إذا كانت المرأة بتعبيرهمهم دنيئة لا شريفة هكذا يقولون وقصد بالدنيئة يعني التي ليس يستعاب يستعيب أهلها من زواجها من أي أحد من الناس هذا مرادهم فلو أن مالكيا قالوا سئل هل يجوز المرأة أن تزوج نفسها فأجاب فقال نعم فسئل ما العلة في ذلك فقال لأن عامة الناس أكفاء لها هذا هو تطبيق كلامنا لما نقول إنه جواب لخاص وليس لعام فحينئذ لا بد أن يذكر الوصف ولا يقتصر ذلك نعم وأما إذا كان جوابا لخاص فإنه يجوز نعم الحادي عشر نعم أي السؤال الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين نعم قوله تركيب القياس من المذهبين المراد بالمذهبين أي مذهب المستدل ومذهب المعترض معا وهذه مبنية على المسألة ذكرناها قبل بضعة دروس وهي مسألة القياس المركب وهذا السؤال لا يرد إلا على القياس المركب دون ما عداه ووجه ذلك أن يقول المعترض العلة عندي في حكم الأصل كذا فإن وافقت عليها امتنع القياس فيكون باب القياس المركب نعم نحو قوله نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبلة خمسة عشر نعم إذ الخصم يمنع تزوجها نفسها لصغرها لا لأنثيتها نعم نحو قوله هذا هو المثال وهذا الدليل الذي أورده المصنف هو دليل الحنبلي وغيره الذين يشترطون الولية في النكاح فقال نحو قوله في البالغة أي في المرأة البالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا هي أنثى فلا تزوج نفسها كابنت خمسة عشر فالأصل المقاس عليه بنت الخمسة عشرة سنة فإنها عند الفريقين عند الحنفية وعند الجمهور لا يجوز لها أن تزوج نفسها هذا هو الأصل المتفق عليه بين الطرفين والعلّة عند الجمهور أنها أنثى فعلّلوا بالأنوثة والحكم لا تزوج نفسها فالمتفق به بين الخصمين بنت خمسة عشر لا تزوج نفسها وقاص الجمهور عليها من كانت أكبر من ذلك سناً كأن تكون بنت عشين ونحو ذلك قال المصنف إذ الخصم يمنع أن يعترض على هذا القياس يمنع تزويجها نفسها لصغارها لا لأنوثتها وذلك أن الحنفية يرون أن بلوغ الأنثى طبعاً إن لم ترى علامة الاحتلام أو الحيض أو الحمل فيكون بإتمامها سبع عشرة سنة وهذا قول أبي حنيفة المنصوص عنه وقيل أكثر من ذلك وقيل غير ذلك من الأقوال وأما الذكر عندهم فيكون بلوغه إن لم يرع علامة من علامات الاحتلام من علامات البلوغ كالاحتلام ونحوه فيكون ببلوغه ثمانية عشرة سنة قال إذ الخصم يمنع تزويجها نفسها وهي بنت خمسة عشر يمنع من تزويجها لا لأنوثتها لا لكونها أنثى وإنما لكونها صغيرة فحينئذ يعترض فيقول هذا القياس مركب أنا أصلي يختلف أنا عفواً علتي تختلف عن علتك نعم أوافق في الأصل لكن لعلتي مختلفة نعم الثاني عشرة القولة نعم قال ففي صحتي نعم ففي صحة التمسك به أي في صحة التمسك بهذا السؤال وهو سؤال تركيب القياسين من المذهبين ويسميه بعض الجدريين بسؤال التركيب والتعدية ففيه خلاف وهما قولان قيل إنه يصح طبعاً أطلق المصنف الخلاف قيل يصح التمسك به وقيل لا يصح وتوسط الطوفي في كتابه في الجدل فقال الحق أنه متى أفاد ظناً معتبراً صح وقبل وانتفع به الناظر والمناظر معاً وهذا الحقيقة الرائعي من الطوفي في كتاب الجدل وسط بين الأقوال في المسألة الثاني عشر القول بالموجب نعم هذا القول أو السؤال الأخير من أسئلة التي أوردها المصنف وهو القول بالموجب بفتح الجيم لأنه يصح بكسر الجيم وبفتحها فإن كسرتها فإنه يذهب لجميع الأدلة وإن إن كسرتها نعم وإن فتحتها فإنه يكون بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه وهذا أولى من أن يكون متجهة للدليل فيكون حينئذ متجها للقياس طيب القول بالموجب هذا دليل قيل إنه يعود المعارضة كما قال العطار في حاشيته على شرح المحلي وذكر الطوفي في كتاب الجدل بل أنه عائد للمنع وليس للمعارضة ونقل بعض الأصوريين كالنيل فيما أظن أن القول بالموجب هو عائد لفساد الوضع عائد لفساد الوضع نعم بدأ بتعريفه فقال وهو تسليم الدليل مع منع المدلول أو أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوة بقاء خلاف نعم أورد المصنف هنا تعريفين للقول بالموجب وهذان التعريفان الذي أوردهما على سبيل التخيير فظاهر كلام المصنف أن التعريفين كلاهما صحيح وسالم وهذه هي طريقة الطوفي فإن الطوفي لم يرجح بين التعريفين وكذلك ممن قال إنه لا ترجح بين التعريفين المرداوي في شرحه فإن المرداوي قال إن معنى التعريفين متقارب ولا فرق بينهما بينما رجح جماعة من الأصوريين كالكنان العسقلاني والجراعي التعريف الثاني لأن الثاني أظهر إذ التسليم من المعترض إنما هو لمقتضى الدليل لا للدليل وإذلك قلنا إنه القول بالموجب ولم نقل إنه القول بالموجب وهذا يعني متقارب ولكن يعني بما أننا نتكلم عن المقتضي فيكون حينئذ الحديث عن الأمر أو التعريف الثاني قد يكون أقرب والعلم عند الله نعم وهو آخر الأسئلة نعم قوله وهو آخر الأسئلة معنى ذلك يعني أن الأسئلة التي سبق ذكرها آخرها في الورود هو هذا لا أنه آخرها على سبيل الحصر وإنما آخرها في الورود هذا مراده بقوله آخر الأسئلة ويترتب على كونها آخر طبعا وعدها آخر الأسئلة هذا جزم به جماعة كالموفاق والطوفي وبالمثلح وكثيرون وبالمني كذلك ويترتب على كونه آخر الأسئلة ماذا نعم وينقطع المعترض بفساده نعم قال وينقطع المعترض بفساده يعني أن المعترض إذا سأل هذا السؤال وهو القول بالموجب فتبين فساد قوله فإنه ينقطع تماما وليس له أن يسأل بعد ذلك أي سؤال نعم والمستدل بتوجيهه أي وينقطع المستدل بتوجيه المعترض لهذا القول أو لهذا السؤال بالموجب إذن وقوله والمستدل أي وينقطع المستدل بتوجيهه أي بتوجيه المعترض لهذا السؤال نعم إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما نعم قال إذ بعد تسليم العلة والحكم لأن المعترض سلم بالعلة والحكم فإنه يقول أنا أسلم بالدليل ولكني أخالف في محل النزاع فهو سلم بالعلة والحكم وإنما نازع في محل النزاع فإنه إذا سلم بهم لا يجوز له أن يسأل بعد ذلك أي سؤال آخر لا من باب المعارضة ولا من باب أيضا المطالبة ولا من باب النقض ولا غير ذلك من الأسئلة ومورده إما النفي نحو قوله في القتل المثقت ومورده هذه مسألة يعني في تقسيم قوله ومورده أي تقسيم القول بالموجب فبين أنه ينقسم إلى قسمين إما أن يكون محله منفيا وإما أن يكون محله مثبتا أريدك أن تنتبه معي قليلا هذا التقسيم أورده المصنف ولم يسبق له من الأصوليين إلا الطفف وحده ولا يوجد في أي من كتب الأصوليين وإذا قلت لكم إن المصنف في هذا الباب وحده تابع الطوفية تماما حتى فيما تفرد به وأغرب ولا يوجد يعني بحث هذا التقسيم من إن أخذها الطوفي لم أجد ذلك في كتاب من الكتب التي رجع إليها الطوفي والطوفي ذكر أغلب الكتب التي رجع إليها في آخر شرحه للروضة ثم تبين أن الطوفي قد أخطأ في ذلك لأنه رجع عنه فإن الطوفي ذكر في شرحه قال أما تقسيمي أنا هذا كلام الطوفي ليس أنا يقول أما تقسيمي أنا له أي سؤال القول بالموجب إلى نفي وإثبات فلأني ظننت أن ذلك هو مقصود التقسيم ورأيت المثال على وفقه في أصل المختصر يعني الروضة أعني أنه منقسم إلى نفي كما في مثال القصاص وإلى إثبات كما في مثال الزكاة فقوي الظن بذلك ولم أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول هذا الكلام منه يقول أنا أخطأت وتبين لي خلاف ذلك فرجعت عنه ولكنه لم يصحح مختصره لأجل أن مختصره قد انتشر بين الناس فقال صحيحه في الهامش لكونه قد انتشر واشتهر كما هو معلوم وهذا الرجوع للأصل دون الرجوع لهامش أوقع ابن اللحام رحمه الله تعالى في هذا الخطأ وهو متابعته لهذا هنا بس فائدة يعني خلنا نخرج قليلا عن الأصول بعض الإخوان يقول ألاحظ ملاحظة أن كتب الأصول خصوصا ويلحظ في كتب العموم وإن كان أقل منها لكن ملاحظ عند المتأخرين أنهم لا يكاد أغلبهم يأتي بجديد وإنما ينقل بعضهم عن بعض ويظن بعض الناس أو بعض طلبة العلم أن هذا قد يكون من باب العيب للكتاب فيقول إن الكتاب الفلاني لا تجده يزيد عن غيره شيئا إلا شيئا قليلا تكاد بين الأصطر كلمة أو كلمتين توضيح أو تبيل هذا من جانب حسن فمن حسنه أنه لا يذكر في كتابه شيئا لم يتتابع العلماء على ذكره نعم قد يكون الصواب الخطأ هذا أمر نسبي صواب عندي خطأ عندك فكون التتابع جماعة من أهل العلم على ذكر شيئا معين فإنه يكون كذلك ولذلك لما نقول مختصرات الفقهية في كتب الفقه تجد أنها مختصرة لكتب مسبوقة فتجده يأخذ نفس العبارة في الغالب ويعدل بعضها فقط من باب الربط والاختصار والإيجاز نعم إيجازه أحيانا قد يسبب له إشكال في عدم ذكر قيد ولكن يأتي من بعده من الشراح والمحشين فيذكر القيود من الأصول الذي يحدث معه أنه عندما يأتي شخص فيتكلم هكذا ابتداء بلفظه مثل الطوفي هنا عندما ابتدأ بأن ينحت كلاما جديدا أو يسوق كلاما جديدا من ذهنه فيقرأ كلامهم يأتي به مباشرة وقد بين ذلك الطوفي في شرح الروضة وذكره أيضا في أول كتاب الجدل أنه كان يقرأ الكتب الأصول ثم يذكر ما فهمه منها أو خلاصة فهمه هناك فهو فهمه لكلامهم هذا قد يقع في الخطأ مثل ما وقع فيه الطوفي في مواضع مرمعنا في هذا الباب فقط أربعة مواضع تقريبا أو خمسة نسيت الآن أقرأ على نفسه وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى على أنه أخطأ فيها هذا متى يكثر يكثر فيما يسميه العلماء بالشروح اللفظية عندما يأتي الشخص فيشرح شرح اللفظيا وكان العلماء قديمين يسمونه بالأمانيين الإملاءات الفقهية هذه الأماني دائما يكون فيها بعض الضعف بخلاف الذي يحرر ويكتب مباشرة يسميها بعض المتأخرين من الماركية بالطرر ومن أشهر الأبيات في ذلك ما ذكره صاحب بطلاحية عندما يقول وكل ما قيد مما يستفد في زمن الإقراء فهو ليس معتمد وهو المسمى عندهم بالطرة قالوا ولا يفتي به ابن حرة لأنه لأنه يهدي وليس يعتمد عليه وحده مخافة الفندة سيت أول بيت في المقصود أن أهل العلم ما زال يتتابعون على أن الإنسان يحرص على أن يأخذ كلام الأوائل لعباراتهم ولكن نعم قد يزيد ويوضح عبارة لكن لا يغير فقها جديدا لأنه ربما يأتي بعبارة يكون قد فهمها خطأ ويظن الناس أنه نسبها لمدرسة معينة أو نسبها لفهم حديث معين وإنما هو فهم في الفتاوى أمرها سهل لكن في كتب الفقه والأصول أمر آخر فقط استراد وأن كان الوقت ضيق عذروني إذن هذا التقسيم إذن هذا مورده وعرفنا ذلك قال الأول النفي قوله النفي هذا الموضع الأول أو القسم الأول من مواضع ورود القول بالموجب فظاهر كلام المصنف أن دعوة المستدل التي يرد عليها المعترض بالقول بالموجب هي نافية أو منفية وأما التصويب فإن الطوفي بيّن أن هذا السؤال يجب أن نقول أو أن المورد الأول هو ورود القول بالموجب على إبطال مأخذ مأخذ المعترض فيدفع به المعترض عن مذهبه نعم قال نحو قوله في القتل بالمثقل أي في الاستدلال أن القتل بالمثقل يجب به القصاص إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل بمعنى أنه يقول إن الوسيلة وهي الآلة تأخذ حكم ما يتوسل إليه وهو القتل فكما أن التفاوت في القتل سواء بأن يكون إما بطعن أو أن يكون بذبح أو أن يكون ببقر بطن بسهم ونحو ذلك كلها واحدة في الحكم فكما أن التفاوت في القتل النتيجة فيه واحدة بأنه يجب القصاص في الجميع فكذلك التفاوت في الآلة لا ننظر للآلة فكل الآلات التي تقتل فإنها لا تمنع القصاص لا تمنع القصاص فيجيب المعترض فيقول سلمت قوله سلمت أي أني أقول بموجب الدليل وهو أن التفاوت في الوسيلة أي الآلة لا يمنع القصاص لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه هذا معنى قوله سلمت لكن هذا هو الاعتراض لا يلزم من عدم المانع أي لا يلزم من كون التفاوت لا يمنع من القصاص عدم وجود المانع من القصاص عدم المانع ثبوت القصاص إذن فلا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم بل من وجود مقتضيه أيضا فأنا أنازع فيه معنى كلام الحنفي وهو المعترض على دليل الجمهور يقول أسلم لكم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس التفاوت في الوسيلة مانعا من موانع القصاص فلا يمنع لكن لا يلزم من إبطال المانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشروط والمقتضي ووجود المقتضي فهو متوقف على انتفاء المانع ووجود الشرط ووجود المقتضي فرزاعنا بيني وبينك إنما هو في وجود المقتضي لا في انتفاء المانع هذا الذي دخل على الوهم على المصنف لأن السؤال هنا كان متجه كله لكلمة لا يمنع القصص فظن المصنف تبعا للطوفي أنه سؤال في النفي والحقيقة أنه إبطال لأصل الخصم وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما ذكره إن أمكن أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهاق ونحوه نعم وجوابه أي جواب المستدل على المعترض عليه بالقول بالموجب في النوع الأول ببيان بأن يعني يبين أن محل النزاع إنما هو فيما تناوله المستدل وأراده قال ببيان لزوم الحكم يعني لزوم الحكم الذي الذي ذهب إليه المستدل في محل النزاع أي في محل النزاع بينهما مما ذكره أي مما ذكره في الأوصاف إن أمكن أي إن أمكنه بيان لزوم الحكم في محل النزاع فإن لم يمكنه فيكون جوابه الثاني وهو الجواب الثاني بأن يبين أن النزاع مقصور على ما يعرض له أي ما عرض له من النزاع إما بإقرار أو باشتهال ونحو ذلك ما معنى هذا الكلام بأن يقول المستدل أنا ما قصت بأنه لا يمنع القصاص كونه مانعا وإنما قصت بقولي لا يمنع القصاص أي أنه مقتضي القصاص بأنه يقتضي القصاص وهذا معنى قولي بأنه مقصور على ما يعرض له بإقرار بإقرار أي من الخصم نعم فيقر له الخصم بذلك ويوافق أو باشتهار بأن يكون مشتهر بين الحاضرين في المجلس أو بين أهل العرف الفقهاء أن النزاع بيني وبينك إنما هو في هذه المسألة فأنا أستدل على المقتضي والعلة ولا أستدل على وجود المانع وهذا معنى قوله أو اشتهار ونحوه نعم وأما الإثبات نحو الخير وحيوان قوله وأما الإثبات هذا الموضع الثاني سماه المصنف تبعا لمختص الروضة بالإثبات وصوب الطوفي تبعا للموفق وتبعا كذلك وتبعهم جماعة كبن مفلح وغيره بأن هذا القسم هو ورود القول بالموجب لإبطال مذهب المستدل كاملا نعم مثاله الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل نعم هذا دليل لمن يرى أن الخيل تجب فيها الزكاة وهو قول الحنفية فيستدل الحنف فيقول الخيل تجب فيها الزكاة كسائر بهيمة الأنعام فهو حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل فالأصل هو الإبل وتجب فيه زكاة السائمة والحكم فيه أنه تجب فيه زكاة السائمة والعلة فيه عنده عند الحنف في هذا الدليل أنه حيوان يسابق عليه فقاس عليه الفرع وهو الخيل فيجيب المعترض وهم الجمهور فيقولون نعم أي نسلم لك هذا الدليل لكن هذا الدليل لا يدل على وجوب زكاة العين أي زكاة السائمة وإنما فيه زكاة القيمة ونحن نقول بزكاة القيمة زكاة القيمة وهي زكاة التجارة فإن الخيل إذا كان قد أعدها لبيعها فإن فيها الزكاة وأما من أعدها لأجل نسلها أو لأجل مسابقة عليها فلا زكاة فيها لكن من أعدها لبيعها فإن فيها الزكاة نعم وجوابه نعم هو جوابه أي جواب النوع الثاني بأن النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فيصرف إلى محل النزاع نعم بأن يجيب فيقول لما قلت في جوابي إنها تجيب فيها الزكاة قصدي زكاة العين اللي هي زكاة السائمة قال لأني عرفت الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع مثل ما قلنا إما بإقرار أو باشتهار في المجلس بأن هذا هو المراد وفي لزوم المعترد إبداء مستند القول بالموجب خلاف نعم هذه المسألة إذا قال المعترض بموجب دليل المستدل في الصورتين السابقتين هل يلزمه أن يذكر مستند قوله أم لا ذكر المصنف أن في المسألة قولين وهذان القولان خلاف مشهور بين الجدليين القول الأول أنه يلزم إبداء المعترض لمستنده في القول بالموجب وهذا القول قدمه الموفق الطوفي والجراعي والقول الثاني أنه لا يلزم إبداؤه لأنه أعلم بمذهب نفسه وهو الذي جزم به وصححه ابن الحاجب فابن الحاجب في مختصره جزم بذلك بل صرح بأنه الصحيح ومحل ذلك ليس في كل مناظرة وإنما فيما إذا كان المناظر عدلا في ذكر مذهبه وأما إذا لم يكن عدلا فيجب أن يكون على القولين يجب أن يذكر الدليل لمستند قوله بالموجب نعم هنا نكون قد أنهينا الأسئلة الاثنين عشر قوله ويرد هذه يعني إشارة من المصنف رحمه الله تعالى أن الأسئلة ليست محصورة في الاثنين عشر بل هناك أسئلة أخرى غير هذه الأسئلة ترد على القياس فقال ويرد على القياس منع كونه حجة نعم منع كونه حجة بأن يقول الظاهر مثلا إني لا أسلم لك أن القياس حجة فينازع في أصل حجية القياس والرد عليه سهل بأن ينقل الحديث إلى الدليل على حجية القياس أو في الحدود والكفارات والمنضان كالحنفية نعم مثل أن ينازع في وجود القياس في الحدود والكفارات ويعني ما الأصل فيه الدرء بالشبهة فإن الحنفية ينازعون فيه فنقول يرجعوا إلى النقاش فيه في ذلك الباب والأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة وإلا لم تسمع نعم قوله هو الأسئلة راجعة إلى منع أو معارضة هذه طريقة المصنف وكثير من الأصوليين ومنهم الطوفي والمرداوي وغيرهم يقول أن الأسئلة الاثنين عشر أو أكثر من ذلك كلها تعود إلى سؤالين إما منع أو معارضة وغير هذين السؤالين لا يرد وإذلك لم تسمع بعض الأصوليين ومنهم السبك في شرحه لمختصر بن الحاجب ابتداءاً ثم جزم به في مختصره جمع الجوامع قال إنها ترجع كلها إلى المنع فقط دون المعارضة يعني هنا ترأت علي مسألة شوف جمع الجوامع لابن السبكي تاج السبكي ألفه بعدما ألف شروحه المشهورة في الأصول والغالب لكثير ولأقول لجميع لكثير من من كتب في الفقه كذلك أنه يجعل كتابه المختصر من أواخر كتبه فزاد مستقرع من أواخر كتب مؤلفه دليل الطالب كذلك فيما أظن وعد أيضاً أظن عمدة الطالب للبهوت كذلك فكثير من أهل العلم يجعل المختصر في أواخر حياته لكي يعني يكون قد حرر عبارة وضبطها فتأليف المختصر قد يكون أصعب من تأليف المطولات لأن المطولات يساعد فيها النقد والإسهاب يجعل الشخص يوضح الفكرة أكثر ربما هذا هو السبب في أن الطوفي أخطأ في بعض المواضع على دقة عباراته في مختصره أنه ألفه قبل تأليفه لبعض كتبه أغلب الكتب الأماري في الأصول والجدل وشرح الروضة والنبذة الصغيرة في الأصول كل هذه الكتب المطبوعة عندنا ألفت بعد كتابه للمختصر والألماني الذي حقق كتاب الجدل للطوفي ذكر في مقدمة كتابه ترتيب مؤلفات كتب الطوفي بحسب التاريخ فيما استطاع أن يقف عليه فقط هذه فائلة يعرضت على البن وذكر بعضهم أنها خمسة وعشرون نعم المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الأسئلة إثنى عشر سؤالاً وقد تبع في ذلك كثير من الحنابلة مثل ابن البنة والقاضي وأبو محمد الجوزي والموفق والطوفي وكثير منهم بل إن أبا الخطاب لما ذكر الأسئلة عدها عشرة ثم زاد اثنين بعد ذلك فوصلت إلى اثنين عشر نعم قد يكون بعض الأسئلة تختلف يدمج بعضها في بعض هناك طريقة لبعض الحنابلة أنهم عدوها خمسة وعشرين سؤالاً ممن عدها كذلك ابن مفلح وتبعه المرداوي ومن تبع المرداوي هو ابن النجر فعدوها خمسة وعشرين سؤالاً وهم في ذلك تابعون لابن الحاجب فإن ابن الحاجب في المختصر المنتهى الصغير والكبير كلاهما عدها خمسة وعشرين سؤالاً وعلى العموم فكما ذكر ابن عقيل لما ذكر اختلافهم في العدد أن بعضهم ذكرها عشرة وبعضهم اثنين عشر وبعضهم ذكر أنها ترد إلى أربعة عشر سؤالاً قال وهي تتداخل في الحقيقة أنها تتداخل وترتيبها أولى اتفاقاً نعم قولها في ترتيبها ترتيبها أي ترتيب الأسئلة في الإيراد على الدليل هذا معنى الترتيب فيكون معنى ترتيب الأسئلة أي جعل كل سؤال في رتبة مقدمة على السؤال الذي وعده بحيث يكون هذا الترتيب الغرض منه ألا يقدم المنع على التسليم ألا يقدم التسليم على المنع ألا يقدم التسليم على المنع نعم وفي وجوبه الخلاف نعم قوله اتفاقاً حكر اتفاق جماعة بمثلح والطوفي وكثير قال وفي وجوبه أي وفي وجوب الترتيب بينها خلاف وهما قولان عند الجدليين من الحنابلة ومن غيرهم فالقول الأول أنها أن الترتيب طبعاً أو قبل أن نذكر الترتيب في مسألة أهم وهي مسألة هل ليس أهم وإنما مرتبة عليها هل نقول هي مرتبة عليها وهي مسألة هل المعترض له أن يجمع الأدلة وله أن يفرقها أم يلزمه أن يفرق الأدلة ما معنى ذلك يعني أن يجمع الأدلة بأن يقول دليلك هذا عفواً يجمع الاعتراضات قلت الأدلة يقول دليلك هذا عليه أربع اعتراضات الأول الثاني الثالث الرابع هذا جمع الاعتراضات تفريقها أن يقول اعتراضي هو الأول فإن أجاب عن الأول قال اعتراضي هو الثاني كذا فإن أجاب انتقل إلى الثالث فإن أجاب انتقل إلى الرابع واضح هذه فيها طريقتان عند الفقهة وعند الأصورين الطريقة الأولى أنه ليس المعترض إلا أن يرد سؤالاً واحداً فقط ثم يسمع جوابه فإن سمع جوابه أورد بعد ذلك سؤالاً آخر وهذا أيضاً من آثار الترتيب بين الأسئلة وهذه الطريقة ذكر بعض علماء الجدل أنها طريقة المتقدمين في تعاليقهم وهي طريقة القاضي أبي يعلى وبن عقيل وأبي الخطاب عندما ذكروا عندما ألفوا في تعاليقهم والفقهية فإنهم يذكرون الاعتراض ثم يسمعون الجواب عليه ثم يريدون اعتراضاً آخر وهكذا وهذه طريقة المتقدمين في الأصور والفقه الطريقة الثانية أنه يجوز جوازاً جمع الاعتراضات في مكان واحد وهذه الطريقة نسبها الطوفي للمحققين قال هي طريقة المحققين وهي طريقة قال وهي طريقة المتأخرين كالفخر الرازي وغيره وهي أيضاً يعني طريقة بعض الفقهة أحياناً يفعلها الموفق في المغني أحياناً يفعل هذا الطريق الموفق في المغني المسألة الثانية التي نص عليها المصنف وهي مسألة وجوب الترتيب هل يجب الترتيب أم لا طبعاً وجوب الترتيب وعدم وجوبه مبني على مسألة الجمع وعدم الجمع وقد ذكر أهل الجدل أن الترتيب مبني على القول بجواز الجمع فعندما يرد أسئلة متوالية فهل يجب عليه الترتيب بينها أم لا لأنه لم يسمع الإجابة فهل يلزمه الترتيب بينها أم لا أيضا فيها خلاف وهذا الخلاف بين الحنابلة وافقوا الجدليين في هذا الخلاف فقيل إنه يجب الترتيب بين الاعتراضات والأسئلة وهذه طريقة ابن المني وذكر ابن مفلح أنها ظاهر كلام القاضي أبي يعلى فيما نقله عنه كذلك أنه يجب الترتيب القول الثاني أنه لا يجب الترتيب بين الأسئلة عند إرادها وهذه طريقة كثير من الأصوريين وهو الذي رجحه الطوفي كذلك وقال في كتابه الجدل أن ترتيب الأدلة إنما هو تكميل وتحسين وليس ضرورة فإنما هو من باب الندب فقط ثم قال المصنف نعم وفي كيفيته أقوال كثيرة بالله أعلم نعم قوله وفي كيفيته أي وفي كيفية ترتيب الأدلة أعفوا في ترتيب الاعتراضات أقوال كثيرة وهذه الأقوال كثيرة جداً عند الحنابلة وعند غيرهم أذكر من ترتيب الحنابلة ترتيبين مشهورين الترتيب الأول ترتيب ابن المني والترتيب الثاني ترتيب أبو محمد البغدادي اللي هو الفخر السماعي ابن المني يقول إن الترتيب في كتابه طبعاً في الجدل يسمى جنة المناظر وجنة الناظر يقول ترتيبه هكذا فساد الوضع ثم بعده فساد الاعتبار ثم بعده الاستفسار ثم بعده المنع ثم بعده المطالبة ثم بعده الفرق ثم بعده النقض ثم بعده القول بالموجب ثم بعده القلب أبو محمد عبد العزيز اختار الترتيب آخر قريباً منه فقال أوله فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم فساد الاعتبار ثم الاستفسار ثم المنع ثم المطالبة إلى هنا وافق فيها ابن المني قال ثم الفرق ثم النقض ثم القول بالموجب أيضاً هذا وافق فيه بالمن ثم يرد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق يعني ثم يرجع التقاسيم بعد ذلك يعني كأنه تقريباً شابهه مشابهة كبيرة كذلك أيضاً وافقة الآمدي له ترتيب آخر قدم الاعتبار فيرى أن فساد الاعتبار مقدم ثم فساد الوضع ثم منع الحكم في الأصل ثم سؤال الاستفسار ثم منع وجود الوصف ثم سؤال المطالبة ثم النقض ثم المعارضة ثم منع وجود الوصف في الفرع ثم القول بالموجب وابن الحاجب 25 سؤال عنده أطول من ذلك فالترتيب عنده مختلف تماماً نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بالاعتراضات والقياس ونكون أنهينا القياس كاملاً بحمد الله عز وجل في الأسبوع القادم من الشئة الله عز وجل نبدأ بباقي الأدلة المختلف فيها أسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولان بهداه صلى الله عليه وسلم مبارك عن نبينا محمد هذا أخونا يقول ما الفرق بين الاستحسان والمعدول به عن سنن القياس أو الاستثناء من القياس سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله هذا هو موضوعنا الدرس القادم فلا أريد أن أختصر الجواب يعني أخونا هذا يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار يقول ما الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضاً فهي له وحديث من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق وذلك أن من أحيى أرضا ووجد فيها معدنا سواء كان جاريا أو صلبا أو ظاهرا أو باطنا هم يقولون أن الملك المعدن ليس مملوك لأنه في باطل الأرض هذا مرادهم وأما من ملك الأرض فلا يلزم أن يملك المعدن في الجملة لكن فيه هذا النزاع في بعض المسائل فأنا أظن ما في وجه جمع ليكون هناك لا يوجد هناك وجه جمع لنجمع نفرق بين الحكمين فهم مفترقان تماما يقول لماذا أطال الأصوليون في المباحث القياس وما الذي يحتاج إليه الفقيه منه والمجتهد في هذا الباب طيب القياس ربما لأنه من الأدلة العقلية التي لا تبحث إلا في الأصول وليس لها مباحث أخرى بينما مباحث دلائل الألفاظ مثلا لها تعلق باللغة هذا من جالب المباحث الكتاب لها فن مستقل بعلوم الكتاب بل إن كثيرا من المسائل لو تتذكرون كنا نرجع كثيرا لكلام الفقه فيه وقال الفقه بينما مباحث الأصولية لا تورد إلا في كتب الأصول فلعل ذلك هو السبب في أنهم يريدونها أكثر الأمر الثاني أن المباحث القياس كثيرة جدا لا تكاد أو لا يكاد يوجد مسألة من المسائل إلا وفيها دليل قياسي والدليل القياسي يمكن أن يتولد بمعنى أنه ربما يأتي شخص في القرن الخامس عشر الهجري فيأتي بدليل قياسي لم يكن الأوائل قد أوردوه بأنواع القياس سواء كان قياس تحقيق مناطق أو كان القياس قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه فأنواع القياس متعددة كما مر معنا وهي كثيرة ليست محصورة بل إن بعض العلماء كان يُعنى بالقياس بإفرادها بمؤلفات الغزالي له أكثر من كتاب القياس بل مباحث القياس تفرد مسالك العلة أفردت الغزالي له كتاب من أقوى الكتب وأميزها وهو شفاء الغليل في مسائل العلة كذا والتخيل آخر السجل وهو كتاب عظيم جدا طبع في مجلد لكن ذكر أن هذا الكتاب لن ينتفع به أي أحد إلا من كان قد تعلم أمرين الأصول والفقه معا فيكون قد استفاد أما ابتداء يقرأ في كتابه هذا فلن ينتفع به فالقياس يعني هو يعتبر من أهم المباحث الأصولية ولا شك والمباحث الأخرى يقول أنها ترد في الأصول وفي غيره بينما القياس إنما يلد في الأصول طبعا إذن لأهميته ولتفرده في الأصول والسبب الثالث كما ذكرت لكم كثرته أيضا سؤال الأخير التابع يقول ما الذي يحتاجه الفقه منه يحتاج إلى الدربة وكثير من القياس إنما هو دربة الاعتراضات أوردت لكم كلام الشيخ تقي الدين وهو من الذين يعظمون الأثر والنقل قال ومعرفة هذه الاعتراضات وعلم الجدل مفيد جدا للفقه لكي يستطيع أن يعرف كيف يمكن أن ينظر الأدلة من جهة ويعرف كذلك كيف الفقهاء يعني نقدوا الأدلة القياسية فهو مفيد ولا شك ولكن ربما يعيب على كتب الأصول أنها جامدة فقط تشير إشارات لكن مع الدربة والنظر في التعاليق كما ذكرت لكم عن جماعة من أهل العلم أنه يستفيد منها طالب العلم هل يطالب طالب العلم بمعرفة هذه التقاسيم أم يكفيه الفهم الإجمالي يكفيه الفهم الإجمالي يكفيه الفهم الإجمالي وفي الغالب أن هذه التقاسيم متقاربة يكون الفرق بينها يسير بل هو يكون مستقر في الذهن وإنما هم قعدوا تقعدات فقط تقعدات لما هم مستقر في الذهن فأنت فهمك لها على سبيل الجملة مرة واحدة ثم تنساها يكفيك لأنها ستبقى عندك في ذهنك لن تنسى هو أنت تنساها عند الاستحضار أو الاتيام باللف لكن عند التطبيق باقي عندك فأنت أن تفهمها مرة واحدة تبقى هذه الملكة موجودة في نفسك يقول ما حكم الخلوة عند الحنابلة طبعا الخلوة تختلف ما الفرق بين الرجل وامرأة أجنبية أو غريبة بين رجل فهل كل خلوة بين أجنبيتين يسمى خلوة لا لا ليس صحيح أجنبيتين لا لأن النساء ليس بينهن خلوة وإنما الخلوة بين الرجل والمرأة أجنبية عنه ليست محرما له ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما لكن المذهب بما أن أخونا سأل عن المذهب ما ضابط الخلوة عندهم قالوا ضابط الخلوة عندهم أن يوجد شرطان أو قيدان الشرط الأول عدم وجود المشارك والقيد الثاني عدم وجود الرائي الذي ينظر إليهم وبناء على ذلك ذكر بن مثله بأن وجود رجل مع امرأتين هل يكون خلوة أم لا فذكر أن قاعدة المذهب ليست بخلوة طيب وجود امرأة مع رجلين هل يكون خلوة أم لا قال قاعدتهم أيضا ليست بخلوة واستدل الأضم بحديث أسماء عندما دخل عليها نفر قال لابد أن يكون رجل ومرأة وحدهما لكن الأحوط الأحوط لا يكون هذا الأحوط مسألة أخرى لكن نتكلم عن الخلوة التي هي محرمة يعني لما تفضي إليه أي لذاتي لما تفضي إليه فتكون باب تحريم الوسائل هذا قيدهم تكلموا عن الذي يحضر يشارك هل لابد أن يكون بالغا قالوا لا بل ولو كان مميزا يعني لو كان ابناء في الغالب سبع سنين تنتفي به الخلوة من كان دون سن التمييز وجوده وعدمه سواء كما تعلمون فإن من كان دون سن التمييز أحكام كثيرة ملغية عنه كعورته فليس له عورة لا لنفسه ولا لرؤيته لا لنفسه يعني ليس له عورة يلزموا سترها لكنهم باب الأدب ولا لغيره يعني جوز الشخص أن يتخفف في لباسه عن من دون سبع سنوات لكن الكمان والأدب والحياء أمر آخر أن لا أتكلم عن ذلك أتكلم عن حكم الذي يكون كذلك أيضا حكام كثيرة موجود حتى تصرفاته في الغالب المعاقدات وجودها كعدمها أيضا تكلموا عن النائم هل تنتفي به الخلوة أم لا وهكذا مسائل كثيرة أوردوها الأخير يعني هذا السؤال الأخير لا يجد غير هذا يقول ما هو المتن المرشح للطالب بعد الانتهاء من هذا المتن يعني لو أن امرأة أراد أن يأخذ متنا لا يوجد متن عند الحنابل بعد كتاب ابن اللحام إلا متن واحد وهو التحرير للقاضي على الدين مرداوي يتميز التحرير بزيادة الأقوال نحن نقول دائما في كل قول قال به فلان وفلان وفلان والمالكية والشافعية يورد المالكية والشافعية إن أوردهما إن أعفن إن وجدهم مثل المالكية والشافعية والحنفية ويرد من قال به من الحنابلة أكثر مما يورده المصنف الأمر الثاني أنه صحح بعضها وليس جميع الأخطاء التي وقع فيها المصنف صحح بعضها واستمر على بعضها الآخر ولا شك أن المرداوي في التحريق قد استفاد من ابن اللحام في كتابه هذا بصرح باستفاداته فيه وصل الله وسلم على بنا محمد